كيف تقرأ الاستعدادات الأمريكية في المنطقة في إطار ما يجري اليوم من المعطيات وفي إطار هذا التصعيد على أكثر من جبهة دكتور علاء اليوم تحدث عن حاملتي طائرات أمريكية روزفيلد وكذلك الحامل الأخرى إبراهام لونكلون يعني كما تعلم أن الكيام الصهيوني أنشئ من أجل أن يكون قاعدة متقدمة للغرب الصليبي في منطقتنا ونحن نسميها في الأدب الفلسطيني القلعة الصليبية هي آخر القلاعة الصليبية في المنطقة هدفها كان حماية المصالح الأمريكية والغربية ومنع وحدة العالم العربي والإسلامي وأداء لعدم الاستقرار حتى لا يستقر العرب لا صناعيا ولا علبيا ولا غير وهي دائما سبب في تدمير أي نهضة عربية إن كان حتى ولو نهضة ديمقراطية سياسية على صعيد الداخل العربي فهذه كانت وظيفة الكيام الصهيوني الذي زرعها في بداية القرن الماضي وما زال يحافظ عليه الغرب ويدافعا فعندما تلجأ المنطقة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا كل هذا الحلف الغربي الأنجلوسكسوني من أجل أن يقوم هو بذاته بحماية الكيام والحرص على بقاءه واستمراره وامتصاره دليل على أن هذا الكيام يفقد قيمته إذا أردنا أن نحلل هذا الحجد الأمريكي فهذا يعني أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها إسرائيل بحاجة إلى دفاع الوطرح الأمريكية وحلفائها عنها لذلك أنا باعتقادي الهدف من طفان الأخصى ربما تحقق في كثير من الجزئيات ولكن هذه إحدى الجزئيات أو أهم الإنجازات أن تبين للغرب نفسه أن إسرائيل عبر إسرائيل لا تستطيع حماية نفسها ومظيفتها تآكلت ولم تعد هذه الدولة التي كان يراد لها أن تتسيد المنطقة العربية بقادرة على فعل ذلك أنها لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها دائما بحاجة لمن يدافع عنها إن كان تجاه حماس أو تجاه حزب الله أو تجاه إيران أو حتى تجاه الحوثيين كما نرى الذي يقاتل هناك هو الاتحاد الأوروبي أو النيترو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا أرى هذه الحشود تخيف أحدا فقد رأينا كيف هزم أمريكا في أفغانستان شر هزيمة وهرب مستشاريها وقياداتها وعسكرها وتركوا سلاحها ومرأة وتركوا عملاء ومرأة لا أعتقد أن إيران تخاف ذلك ولا أعتقد أن حزب الله خاف ذلك ولا أن هذا أرهب حماس أو أرهب الحوثية على العكس تماما أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تفقد مكانتها تفقد ردعها في المنطقة والأيام القادمة كفيلها بعد الحرب أو حتى استمرت الحرب على أن تبرهب أن الذي هزم في هذه المعركة ليست قدل كهان الصحيوني بل أمريكا ذاتها التي هزم شر هزيمة في منطقة دكتور علاء اليوم تحدث عن استعدادات عسكرية كبيرة حملات الطائرات هذه مصحوبة بالمدمرات وكذلك مقاتلات F-22 هذه الاستعدادات الكبيرة العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هي عملية تصعيد أم عملية احتواء لأي تصعيد محتمل في المنطقة يعني هي كل الأمرين إذا كان الرد الإيراني كبيرا سائقا كما يتوقع البعض وسبب أذى ودمار كبير في المنشآت الصهيونية فبالتالي سترد لن تستطيع الوقت الأمريكي أن تمنع دورة الصهيونة من الرد فرد ورد مقابل هو الذي يجعل الخوف أن تفلت من ما يسمى بالاحتواء إلى تصعيد كبير جدا عندها في حال الرد الصهيوني على إيران وطرب مطارات وصافي نفط قواعد عسكرية محطات طاقة نووية إلى غيرها ستتدخل أطراف أخرى في المعركة والوجود الإيراني موجود في سوريا وموجود في لبنان وموجود في عدة مناطق في المنطقة هذا ربما أن تتصاعد الأمور باتجاه حرب شاملة عندها ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء كفرنسا وبريطانيا الحرب هذا الوجود الأمريكي هو خشية من تصاعد الأمور بالإضافة إلى ما تفضلتم به أنه عام الردع أنه هي رسالة لإيران ورسالة لمحور إيران وكل من له ثأر مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع الكينات الصهيوني بأن أمريكا جاهزة وأمريكا حاضرة في المنطقة وهي لديها مقدرات ولديها استرفار دائم وستقوم بالرد ربما هذا هو الموضوع بالإضافة إلى ذلك تخشى الولايات المتحدة الأمريكية أن أي رد صهيوني على أمريكا أن تقوم إيران أو حلفاء إيران بقصف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة لذلك أمريكا هي جاهزة من أجل هذا الرد يعني في المرحلة الأولى كما نرى أن الهدف دفاعي لم تدخل المتحدة الأمريكية في الهجوم من إسرائيل على إيران إذا تم هلاك رد ورد مقابل ولكن إذا توسعت المعركة وكان الهجوم الإيراني كبير جداً منها من الأراضي الإيرانية أو من حلفاءها كسوريا ربما وحزب الله والحسيين وغيرهم عندها ستدخل المتحدة الأمريكية هذا ما نفهمه من تصريحات القادة العسكريين والسياسيين الأمريكيين لذلك هذا الحضور هو حضور رضعي ولكنه حضور هجومي أيضاً في حال الضرورة